إذن أشرقت شمس العاشر من تشرين الثاني وبات الرجل الأعمال الأمريكي الشهير دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية وباتت منطقة الشرق الأوسط أمام مرحلة جديدة والتي لطالما لعبت واشنطن فيها دوراً كبيراً ومحورياً في عدد من القضايا يبقى أهمها فلسطين وسوريا والعلاقات العربية مع دولة الاحتلال الإسرائيلية وإيران ودول الخليج العربي في أول أعلان له قال وليد فارس مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القاهرة ستكون المحطة الأولى في زيارات ترامب إلى دول الشرق الأوسط والشمال إفريقيا وأشار إلى أن بلاده ستقدم الدعم لمصر أما عن جماعة الأخوان المسلمين فوصفها ترامب بأنها أخطر الجماعات التي تغذي الفكرة المتطرف لذلك فهو يريد توجيه ضربة عسكرية للتنظيم الإخواني وليس احتواءه سياسياً مثل ما فعل أوباما وهيلاري كلونتن أما القضية الفلسطينية فربما تشهد منعطفاً جديداً مع الوعود التي خرج بها دونالد حول نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس وهو ما أكده وزير تعليم دولة الاحتلال نفتالي بينيت بالقول إن فكرة الدولة الفلسطينية انتهت بعد انتخاب المرشح الجمهوري دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة أما بالنسبة إلى ميليشيا حزب الله فإن الإدارة الجديدة في البيت الأبيض ستعمل على إبقائه على لائحة التنظيمات الإرهابية فارس أشار أيضاً إلى أن لدى ترامب خطة ستنفذ بالتعاون مع الدول العربية لضرب تنظيم الدولة في سوريا والعراق وليبيا ما يعني مستقبلاً أنه سيكون هناك اتفاق روسي أمريكي لحل الأزمة كما يصفها أما الملف الإيراني الذي انتقده ترامب فأكد رجل أنه سيعيد التفاوض مع تهران من جديد الشخصية التي خرج بها ترامب أمس في كلمة النصر تظهر أن لدى هذا الشخص شخصيتين الأولى على شاشات الإعلام وهي التلقائية والغوغائية والتي رأيناها خلال حملاته الإعلامية الماضية أما الثانية فتمثل الشخص الاستراتيجي في خياراته والتي شاهدناها أمس